لبنان مشهد سياسي معقد تتجاذبه صراعات الشركاء فحزب الله ما زال يصعد ضد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لفرض شروطه في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حزب الله يطالب بتمثيل احد النواب السنة من اللقاء التشاوري او ما يطلق عليهم اسمه السنة الثامن من اذار المؤيدين للحزب وفي المقابل يرفض الحريري توزير احد هؤلاء على حساب حصة حزبه معتبرا ان هذا التجمع مفتعل لتثبيت اختراق حزب الله للتمثيل السني وزعامة الحريري لطائفته الضغوط السياسية التي يمارسها حزب الله ضد الحريري اجبرت انصار حزب المستقبل على النزول الى الشوارع تضامنا مع الحريري وتنديدا بحزب الله والمتحالفين معه من نواب اللقاء التشاوري لكن تيار المستقبل اعلن براءته من اي تحركات شعبية وان كانت متضامنة ودعى مناصره الى الابتعاد عن اي نشاط يهدد الاستقرار في لبنان والتركيز على الادوات السياسية كالية وحيدة لكسب المعركة السياسية في لبنان النائب وليد سكرية وهو احد الاعضاء السنة في اللقاء التشاوري اكد ان النواب ثابتون على موقفهم ومصرون على تمثيل احدهم في حكومة الحريري ما يعني المزيد من التصلب في موقف حزب الله وفي محاولة منه لرأب الصدع السياسي صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه لا يمكن للبنان ان يستمر من دون حكومة ودعى جميع الاطراف الى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تشكيل حكومة قد تنهي صراعا سياسيا لم يتوقف منذ اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005